بسم الله وصلاة والسلام على أشرف المرسلين كنحي جميع المتابعين والمشتركين على قناة سفيرة الصفخ المغربي وصفة اليوم خرافية وأكثر من رائعة فطائر مورقين بزف بزف هشاش بعاجين أحسن مليون مرة من ورقة البسطيلة وبحشوة سهلة اقتصادية معلكة ولديدة كث حمق تابعوا الفيديو للأخير باشتعرفوا على المقادير وكذلك باقي مراحل التحضير وبسم الله على بركة الله أول خطوة سنحضروا العجين اللي سنحتاجوا له 750 جرام من دقيق الأبيض نوعية جيدة ما يعادل 3 ديس لفات أو 7 كؤوس ونصف من كؤوس العنبة سنضيف كذلك الملح وينضيف ملعقة صغيرة من السكر حبيبات لكي تحصلوا على اللون الذهابي للفطائر سنضيف ملعقة صغيرة من الخميرة حبيبات ولكن الجو ساخن سنضيف نصف ملعقة فقط ثم سنضيف ملعقة كبيرة من بودرة الحليب ونجمع الخليط جيدا بالماء الدافئ أو للماء الفاتر اللي سنضيفه فيه بالتدريج حتى تحصلوا على عجين اللي كيكون على هات الشكل كندلكوه دلك خفيفة فقط في الإناء بنسبة القوام ديال العجين ضرور يكون على هات الشكل ما يكونش صلب نخليه واحد شي شوية مطاطي يكون خفيف باش يجونا هات الفطائر هشاش أزوينين سنضحنه قليلا بالزيت النباتي ونضعه في واحد البلاستيك سنغلق عليه ونخليه كيرتاح الوقت اللي سنحضره فيه الحشوة في مقلات فوق النار سنضع واحد الكيميا مناسبة من الزيت النباتي ونضيف ملعقة صغيرة من الزبدة سنضوب الزبدة جيدا في الزيت ثم سنضيف البصل اللي اقطعناها على هات الشكل استعملت بصلة كبيرة مفرومة بنسبة النار سنخليها منخفضة ونخلي البصل لحسا كي ياخد لي اللون الذهابي وتكيطيب ليه تماما وكيصبح ليه على هات الشكل من بعد سنضيف صدر الدجاج اللي سنقطعه قطع صغيرة جدا باش كيطيب لنا بسرعة ما ياخدش معنا واحد الوقت الطويل سنوزعه جيدا في المقلات ثم سنضيف طوم المبشور هنا استعملت جوج فصوص من الطوم مبشور سنستعمل الملح لكي يبقى دائما على حسب الطوق كذلك عندنا الفلفل الأسود سنستعملوا كذلك الزنجبيل وعندي كذلك الكوركم وغادي نمزجه هات المكونات جيدا مع بعض بالنسبة النار سنخليها منخفضة جدا وبالنسبة الدجاج فهو ما غادي شعفون ياخد معنا واحد الوقت طويل لاننا قطعنا قطع صغيرة جدا وبالتالي غادي يطيب وما غاديش نحتاجه نهائيا أنا ننضيف الماء بالنسبة التوابل ما نكتره مش باش كنبقوا محافظين على المطاق ديال الدجاج سوف يملك كتب لي الدجاج غادي نضيف لي واحد الكيمياء مناسبة من القزبر والبقدونس غادي نزرج قليلا فقط ثم غادي نضيف ثلاث متلتات من الجبن وغادي نضيف كمية اختيارية من الجبن المبشور وهذا الإضافة كتعطي واحد تعليكة رائعة جدا لهذا الحشوة غادي نمزج هاد المكونات جيدا مع بعض غير حتى يتمزجوا لي مع القطع ديال الدجاج هنا ينرى راح مازال منخفضة في هاد الأثناء غادي ينضيفوا الشعرية الصينية اللي نقعناها مسبقا في ماء مغلي وهذا الماء المغلي ضروري خاص يكون مملح باش ما تجيناش شعرية باسلة وفي هاد الأثناء كنطفي على النار وكنخلط هاد المكونات جيدا اذا نستجموا مع بعض كنزولوا المقلات وكنحتاخدوا بالحشوة جانبا من بعد غادي ناخدوا العجين اللي خلينا حتى يرتاح وصبح لنا على هاد الشكل كيف ما كتلاحظوا كيصبح مطاطي ومن سهل جدا أنا ننتعاملوا معه وهاد العجين كيجي رائع جدا فهاد الفطائر كنصحكم بقوة أنكم تجربوه من بعد غادي ينقطعوا العجين إلى قطع اللي كسبقة اختيارية أنا غادي نقطعهم إلى تسع قطع وهاد القطع تحصلت بهم على فطائر للحجم ديلهم كبير كيف ما غادي تلاحظوا في أخير الفيديو من بعد غادي ننلولبهم اولا غادي نكوروهم وغادي نوضعهم في حص الصينية اللي دهنتها مسبقا بالزيت وهاد الكورة كلهم غادي ندهنوهم جيدا بالزيت غادي نغطيهم بواحد البلاستيك غادي نخليهم كيرتاحوا فقط خمس دقائق طبيعة الحال ممكن انكم تخدموا بهم مباشرة من بعد خمس دقائق غادي يندهن جيدا سطح العمل بالزيت النباتي غادي ناخدو اول كرة وغادي نمددوها جيدا قد ما مددنا هاد العجين جيدا كانت تحصلوا على فطائر اللي كيجيونا مورقين بزاف وهدوك الوراق كيجيو رقاقين وواضحين والفطائر كيف ما غادي كيجيو مورقين وهدوك الاوراق كلهم بينين كنبقا كنمدد من الوسط وانا ماشية للجوانب وهنا ما نساوش الجوانب حيث هما نرققوهم مزيان مزيان كيف ما كتلاحظوا ضروري سطح العمل كيصبح ظاهر من خلال العجين من بعد غادي ناخدو الزبدة اللي كندوبوها مسبقا كندهن بها جيدا هاد العجين وكنطوي كنحاول نساوي الجوانب ومع كل اللفة كندهن بالزبدة هنا يغاندهن بالزبدة وغادي اللف للمرة الثانية وغادي يندهن ثاني بالزبدة وغادي اللف للمرة الثالثة دائما كنقادو الجوانب باش اللفات كي يجيونا متساوين من بعد غادي ناخد هاد الشارط وغادي نقلبو هنحاول انني نمددو قليلا ثم غادي نوضع كذلك الزبدة للمرة الاخيرة وغادي نذهن جيدا هاد الشارط وغادي نطويو على اربعة على هاد الشكل وبنفس طريقة غادي نكمل الكمية كلها اللي عندي ديل هاد العجين من بعد كن ناخدو اول مربع اللي حضرناه وكن نمددوه بصمك اللي كيكون متوسط ضروري الصمك نخليوه متوسط ما نرققوه مش بزاف باش كيبقوا هادوك الاوراق اه واضحين اللي كي يطيبوه لنا هاد الفطائر وكي تتورقوه يبقوا هادوك الاوراق واضحين وما يجوناش مدقصين غادي نمدد جيدا بحسوا كيف ما قلت لي كيبقى متوسط ونركزوه جيدا على الجوانب من بعد غادي نوضعو الحشوة في الوسط سافي وغادي نغلقو على الجوانب بكل البساطة نحاولو اننا من ينكونو كنغلقوه ما نضغطوش باستفعال العاجين باش هادك طوريق اللي درناه ما نفقدوهش من بعد انما يسانش مش مش مشكيه الى ما تغلقتش لان العاجين لانو الحشوة ما غدش تورج نهائيا المهم غير كنجمعوه قليلا فقط صافي وكتصبح لنا الفطيرة على هاد الشكل غادي نكمل باقي الكوراز وغادي نوضعوه في الصينية اللي كدخل الفرن من بعد غادي نضغط عليهم قليلا فقط باش كنعطيهم واحد الشكل جميل ما نخليهم شبح لها كدك بومبي ثم من بعد عادي ناخدو بيضاء غادي نضيف لها القليل من الخل وغادي ندهنهم جيدا نضيف لهم السطح ديالهم وكذلك الجوانب غادي نزينهم بالقليل من الجبن المبشور وغادي نزينهم كذلك بالزعتر وهذا الاضافة كتعطيهم واحد مدق رائع جدا في الاثناء الفرن كيكون ساخن غا ندخلوهم على درجة حرارة لكتكون ما بين المنخفضة والمتوسطة حتى كيطبوا على خاطرهم وكيصبحوا لنا على هات الشكل كيش ما كتلاحظوا كيجيوا ولا ارواع مورقين بزاف بزاف والداديين هديك الحشوة وهديك هادك الجبل اللي دفناه لهم اعطاتهم واحد تعليقة رائعة وكيف ما كتلاحظوا الوراق راه كلهم مفرزين وبينين كانت مننا انا الوصفة نالاعجابكم جربوها خليوا لي اراءكم في التعاليق وانتلقوا ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفة جديدة الى اللقاء